في الفقرة دي احنا معانا نجم كبير ترك بصمة كبيرة في عالم كرة القدم المصرية وكان الحقيقة من أوائل اللعيبة المصريين اللي تركوا بصمة واضحة في عالم الاحتراف الأوروبي اللعب في الدوري الألماني ست سنين من سنة 96 لغاية 2002 النهاردة هنتكلم عنه ونتكلم عن النادي الأهلي وبطولة الدوري وأيضا البطولة الأفريقية وإيش وشارة اللي حوالين النادي الأهلي كمان تحديدا معانا الكابتن الكبير كابتن ياسر ردوان أهلا بيك كابتن وشرفنا وبيتك الكبير أهلا وسهلا بيك وسعيد بني أنا موجود معاكم نهارنا ياسر وحش ننور بيتك الكبير وانت طبعا وحشنا جدا وأنا سترجع بقى ذكريات ألمانيا ونتكلم على كواليس كتير جدا جدا أولا برحب بيك جدا سعيد أن تكون موجود معانا النهاردة هنتكلم على حاجات كتير بس كالعادة يعني لعداد محضر تقرير عن النجم الكبير ياسر ردوان نشوف التقرير ونرجع مع حضراتك ياسر ردوان من موليد الثاني والعشرين من أبريل عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين بمدينة أجا بمحافظة الدقالية بدأ ممارسة كرة القدم في مركز شباب قريته ونصحه شقيقه حين وصل إلى سن الخامسة عشر أن ينضم مثله إلى ناشئي نادي بلدية المحلة وظل في مرحلة الناشئين موسمين وحين بلغ عامه السابع عشر في عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين صعد إلى الفريق الأول ليظهر ضمن الجيل الذهبي لنادي بلدية المحلة عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين ويساهم في صعود الفريق للدور الممتاز في موسم الف وتسعمائة واثنين وتسعين الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين ويستمر معه لمدة خمسة مواسم حتى عام الف وتسعمائة وستة وتسعين انضم ياسر ردوان للمنتخب الوطني للشباب عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين وسرعان منضم بعد ذلك إلى المنتخب الوطني الأول عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين وخاض مع المنتخب ستا وثلاثين مواجهة وسجل ثلاثة أهداف وشارك في أربع بطولات لكأس الأمم الإفريقية ونجح في حصد لقب البطولة عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين ببوركين فاسو مع الجنرال الراحل محمود الجوهري استطاع ياسر ردوان الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن في كأس الأمم الإفريقية عام الف وتسعمائة وستة وتسعين في جنوب إفريقيا رغم الأداء المتواضع للمنتخب في هذه البطولة وانهلت العروض الاحترافية عليه ليختار الانتقال للدور الألماني حيث طلبه النادي هانزا روستوك وبدأ ردوان اللعب في صفوف الفريق منذ موسم الف وتسعمائة وستة وتسعين ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ولمدة ستة مواسم شارك خلالها في مئة وإحدة وأربعين مباراة وسجل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف أخرى وبعد أعوام من التألق والتواهج في الملاعب الأوروبية قرر ياسر ردوان العودة لأرض الوطن عبر بوابة القلعة الحمراء وبالفعل تعاقد معه المدرب الهولندي للأهل آنذاك بونفرير وخاض ردوان مع الأهل موسمي 2002-2003 و2003-2004 لعب خلالهما 22 مباراة وأحرز هدفين حقق مع الأهل بطولتي كأس مصر وبطولة كأس السوبر المحلي ونظرا لكثرة العمليات الجراحية التي مر بها من قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغدروف وغيرها رحل ياسر ردوان عن الأهل ليعود في أغسطس عام 2004 إلى ناديه الأصلي بلدية المحلة وفي يوليو 2006 انتقل إلى النادي الأولمبي السكندري ليتوقف بعدها عن اللعب في عام 2007 ويقرر الاعتزال رسميا وهو في عمر الخامسة والثلاثين وعقب الاعتزال اتجه ياسر ردوان للتدريب وكانت البداية في أكاديمية النادي الأهل بفرع المنصورة والشرقية ثم انضم لمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة ثم عمل مديرا فنيا في قطاع الناشئين بفريق 18 و19 عام وأحرز عددا من بطولات الجمهورية مع الفريق ثم عمل مدربا بالفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة عبدالعزيز عبدالشافي عام 2012 لمدة شهرين قبل التعاقد مع مانويل جوزي في نفس الموسم ثم عاد من جديد للعمل نائبا لمدير قطاع الناشئين وفي الخامس من سبتمبر 2017 كرمه نادي هانزا راستوك باعتباره من أفضل اللاعبين الذين مثلوا النادي طوال مسيرته الكروية إنه اللاعب الموهوب ياسر ردوان منوارنا كابتن ياسر تاريخ ربنا خليك منوارنا تاريخ كبير جدا وأنا عارف كمان الصورة الجميلة اللي أنت عملتها في ألمانيا أنت محمد وعمار هنتكلم طبعا على الكلام دوت بس عايزة أتكلم معك في الأول على حديث الساعة في الفترات الأخيرة استقبلت إزاي هروب كابترون من المسؤولية الفنية لنادي الزمالك والله طبعا يعني مش حاجة مش حاجة جديدة يعني ده احنا متعودين على المواضيع دي من نادي الزمالك مش أول حدث يحصل متعود أنه بشوف تغيرك جدا في الجهاز الفني حتى بيبقى ساعات فيه مدر الأجنبي شغال ويتلاقي المدرب العام ومساعد كل شوية يتغيرهم فده طبيعة عندهم يعني ما فيش مشكلة فيها كابتن ياسر هو طبعا زي ما حضرتك بيتقول المتعودين على الأحداث دي كل فترة بتحصل فنادي الزمالك بس النهاردة لما يكون فيه هجمة شرسة عليك من ساعة ما استقنف يعني عودة النشاط وانت النهاردة يمكن انت واخد الأهلي في سكة مش بتاعته لما تطلع تتكلم عن باتجي سافر ومجاش لا كهرباء ديانج لا كهرباء لا كذا فانت وفايلر كمان كان الكلام عليه من كتير قوي الأيام اللي فاتت دي وفي لقطة يجي هروب كارتيرون ده بتفسروا بايه يعني هو طبعا الحملة معمولة من بادري يعني بس أنا طبعا عارف القيام المبادئ اللي موجودة عليها الناد الأهلي ومجلس الإدارة وعارف هم بيشتغلوا ازاي مع الناس اللي بتتعقد معهم الإعلام يعني سهل لأي حد ممكن يقول أي حاجة بالزبط يعني مفتوحة للناس كلها وكل واحد ممكن يقول أي حاجة هل هي بقى حقيقة أو مش حقيقة دي بترجع للمصدر الأساسي لكن فعلا كان فيه هجوم شرس على الناد الأهلي الفترة اللي فاتت سواء من لعبين أو مستر الفيلر للفترة الأخيرة لكن فجئنا النهاردة طبعا الأحداث انقلبت يعني ازاي بقولوا انقلب السحر على الساحة شوشرة كانت مقصودة تحصل في النادي الأهلي علشان مثلا يعني مش نلفت النظر يعني زي ايه يعني نقلب الدفة الناحية التانية نشوشرة على اللي بيحصل الناحية التانية يعني اديني ندري على الكوارس اللي موجودة في حيطها التانية كده يعني قولوا لا هو عاوز يزعزع استقرار المنافس خاصة انت داخلة برضو على مباريات صعبة في أفريقيا قبل النهائي والنهائي حتة الاستقرار انت بتقدر توفريها لكن فيه غيرك ما بقدرش يوفرها فهو بيدوس في الاتجاه ده بحيث انه يهز سقط الناس او الجمهور النادي الأهلي في العيبة ومجلس الإدارة فيبدأ يعمل مشاكل فتبدأ تخش في مشاكل تبدأ تركيز في المباراة القادمة لكن الحمد لله يعني الموضوع جيب يدي عندنا خالص اي يعني انت بتتكلم كمان يعني الموضوع اكيد موجود ودايما بنتكلم النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي دايما ناجح ودايما الناس بتحاول بقدر امكان انها اولا تعمل حاجتين انك تقلل من مقدار النجاح والبطولة فبتقول يا عمد انت بتاخد بطولاتك بالتحكيم فده تقليل من حجم البطولات اللي انت بتاخدها لانك انت كبير انت 42 ان شاء الله احنا 42 بطولة على الجزء الثاني بتبدأ تشكك في عملية ودل الفترة اللي فاتت لا ده ادارين الاهلي بايز واللعبة بتمشي وتسيبه والكلام ده وقال لك اصل بايلر ده اكيدوا ان بايلر خلاص ماشي وقعد وتعاقد هناك وبعدين قال لك ديونج اي عمد ديونج خد شنطته ومشي ومقالش لسيد عبد الحفيز حاجة ومشي ومش راجع سبحان الله النهارده يجي كارترون من خمس ست ساعات يقول له لأ بقى انت بتتكلم كده انا اللي ماشي وماشي في جد يعني وماشي ومش جاي يعني فزي ما بقول لك هي عملية يعني يعني خلي بالك وكمان 250 يعني 250 الف دولار بتتكلم ان هو يعني فيه ناس بتقول ان هو واخد معاه الفلوس ديت وبيديها المجلس قادي الشرط الجزائي بتاعي انا مش قاعد هنا فده يعني تفصروا ازاي يا سبا لا يعني انا مش عارف بصراحة يا كابتن الموضوع الموقف صعب جدا وانا فجيت اصلا ان انا يعني بفتح قلت ايه ده وده بجد طب اقرأتاني كده هو فيلر ولا كارترون انت فاهم من كتر الناس من كتر الكلام الفترة الملكازة مع الناد الاعلي ومع المدارب بتاعنا ده يا جماعة فيه ده بجد اه بطلب فعلا بجد القصة غريبة وانا كنت بتكلم مع سهان في المقدمة ان ده راجع تاني بقرر ده راجع لعدم احترافية مع احترام الناد زمالك عدم احترافية نادي زمالك مع ملف المدربين بصفة عامة وخاصة المدربين الأجانب خروج جراس من استاد امبي وولوله مع السلامة من هنا على المطار شيء ما بيحصلش غير يعني يعني في نادي زمالك في حقنا جميعا يا كمصريين بالضبط بقرر الصحفية اللي قالت انك اكرترون على لسانه وقال انه مفيش احترافية ده ردده وهو ماشي بيكلم مفيش احترافية في التعامل معي يعني كمدرب أجنبي فدي نقطة اعتقد برضو يعني لازم الناس كلها تاخد بقى ما كلمش عن نادي زمالك بصفة خاصة بتكلم على انك لما بتجيب خبير او بتتكلم على واحد أجنبي وانت اتكلمت معي فيه دلوقتي خبير أجنبي موجود في النادي الأهلي انك حتى التعاقد معي بيكون بشكل احترافي وبشكل بشكل يليء باسم الكيان اللي انت فيه وكمان لما انت تشايف انه مش على المستوى او انت لك اغراض تانية او افكار تانية ده انا عايز امشي حتى تبقى بشكل شكل مختلف كل الكلام على شرط الجزائي ده مش حطي شرط الجزائي ده مش حطين نادي الأهلي مش حطي شرط الجزائي ده الرجل هيسيبكو بعد ستشهور ده هيسيبكو بعد سنة لا ده لو ما خدش مش عارف بطولة ايه هيمشي ده لو خد البطولة يبقى من الحق ايه يا جماعة في ايه الموضوع ما بيدارش كده حالس يعني في عقود وفي نظام وفي سيستم وفي واجبات لي وفي واجبات علي فالمفروض الناس تبقى عارفة الكلام ده وزي ما قلت يا كابتن لازم يقف احترافية في العمل يعني هي كورة بس في الأول الآخر رجعت بتبقى بيزنس يعني كمان مش تشاهي في اوروبا عاملة ازاي وحضرتك يعني مش هتكلم عليك يعني انت حاجة كبيرة جدا ويمكن اللي سهل علينا موضوع الاحتراف برضو كلمة حق طبعا الكابتن هاني واسمه الكبير اللي كان عامله هناك سهل علينا حاجات كتير مكالماته لينا على طول باستمرار انه كان دايما نتطمن علي في اول ما روحت ويكلمني يمكن اول معسكر لمنتخب مصر رحت اول ما وصلت المانيا ومعسكر كلمني قال لي تعالى هنتسافر من برامن كم ستة وتسعين ستة وتسعين قال لي هنتسافر من هنتسافر من برامن من عندي تعالى خلص المباراة وتعالى علي خلصت المباراة وركيبت القطر ووصلت عنده قضيت يوم جميل بصراحة مع الكابتن هاني ورجعنا مع بعض القاهرة يعني ففيه يعني لازم الناس تفكر بطريقة تانية يا كابتن انا لو مش عارف يبقى روح لللي يعرف واسأله هو شغالي ازاي مش عيد يعني في كل حاجة بقى انت ممكن تقلد يا عم ما تقولش ان انا هقلد النادي الاهلي يعني شوف النادي الاهلي شغالي زي وقلد انت لصارت لما ميشي فيه حفلة يعني الحاجات دي اياسر لان انا عارف انت عشت مع الاجانب على فكرة عشت فترات كتيرة مع مدربين اجانب انك انك بتتعامل باحترافية بشكل كويس خاصة يعني قول ان انت بتتعاقد معه دعا اوكي لكن ان انت في عملية انك بتستغنى عنه او تمشي هي داية المحور اللي ممكن جدا انت يا جيد السمعة يا سيء السمعة بتشتغل باحترافية بدون احترافية انت بتكلمش على سمعة شخص انت بتتكلم على سمعة الدولة مصر طبعا وبحجم مصر يعني مش قليلة يعني فالمفروض انا ما بتعامل بتعامل باسم مصر خاصة مع الاجانب لازم اعرفوا يعني ايه مصر يعني ايه المصريين يعني ايه النظام يعني ايه الالتزام احنا مش شعب زي ما امو كان يقولوا علينا اه علم تالت او لا احنا الحمد لله دلوقتي بقى عندنا علم وعندنا فكر وعندنا كل حاجة كويسة في مصر فما ينفعش ان انا في حاجة زي كده اه وخلي شكل المصريين كلهم وحش ايه بحركة يعني ما يعني اه الموضوع بسيط زي ما حضرتك قلت اه تعالى انا بنهي التعاقد معاك حفلة محترمة وبنشكرك ومع السلام هو نفسه هو اللي ميش هو اللي قبل كده من اللي قبل كده عده هو لما جيه دفع شرط جزائي عشان يدخل الاهلي ودفع شرط جزائي النهاردة علشان يرحل من الزمال ده الفرق ده الفرق الوادي دجلة اه من ودي دجلة كان الرجاء يعني طبع من الرجاء دفع فلوس عشان يخص ناد الأهلي دلوقتي هو بيرفع فلوس عشان يرحل من ناد الزمال طيب عايزين اتكلم عن التحكيم والنظام التحكيم اللي اثر يمكن على مباراة الاهلي والاتحاد وأثر كمان على مباراة الأهلي والزمالك في الأعمال اللي فاتت كلمني عن شكل التحكيم فصرت مباراة اللي حصل مباراة من كابتن إبراهيم نوردين إزاي طبعا فيه حاجة مش مزموطة حتى أنا فيه حاجة ملاحظة في المباراة كابتن لو حضرتك بتتابع يمكن اللايمان في الأفصيد بيتأخر قوي مش بتأخر بقى هو منتظر منتظر اللاسلك يشتغل وبتاعه ويرفع ويرفعش أنا ما بشوفش كده في أوروبا يعني أنا ما شوفتش كده خالص عارف في أوروبا بيبقى التأخير بيبقى جزء من الثانية لأنه ما بيرفعش بعدين بيقولوا الوفصاد بيرفع على طول عندنا بتاخد وقت شوي لا يا كابتن أصدق الحاجة كمان يعني أنت بتاخد قراراتك المفروض الحكم أو اللايمان بياخد قراره لو أنت مشكوك في قرارك بترجع للفار وبترجع للناس القادة بترجع أنت الحكم الرئيس بيرجع يشوف أنت دلوقتي محتمد اعتماد كله أن يجي لك يعني أنت ما بترفعش لما يكلمك في الريبيس أصدق أن بيحصل العكس يعني بيحصل لا وبيأخر ياسر يقصد أنه أولاين من ما بيرفعش الرأي خلاص ما بيخدش قرار بقى ألا ما بيقولوله ألا ما بيقولوله طب أنت رزيبتك إيه هو دليل دوت ساعات بيبقى هما بيقولوا يعني أنا أعرف أن ممكن جدا يستنى لأن أنت عارف دلوقتي لازم يبقى لو لمس الكورة مشترك أو مش مشترك لا يا كنت لحستها أنا برضو أنا عارف يعني حفظ شوية كوانين أنا أكيد حالات معينة لازم يستنى فيها لازم يستنى فيها لازم يلمس الكورة الأول ده في التعديل الأخير في الكورة لكن انت تتفرج على محسم البراط هتلاحظ الموضوع ده ما عادت يرفع خالص أن لما يجيله المكلم هو عامة البروتوكول بتاع الفارة عندنا مشكلة فيه لكن بالنسبة برضو للتحكيم يعني طلوع عمرنا عارفين التحكم ماتش الأهلي وعايز تعمل فهة أسد تعال على الناد الأهلي عشان تعمل لك شخصية وتبقى حكم الناس تتكلم عليك وي 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 تعال وضغط الناد الأهلي وكهرب المباراة عليهم وكيف يحصل معنا في الناشئين حتى ده في كل حتة عكيمة يعني إن بيحصل الكلام ده عمي بالناشئين أصدق إن اللي بيحصل ده دلوقتي مقصود ومش جديد يعني نهار ده مقصود ومش جديد عليك لا لا خالص خالص مع إن المفروض الحكم في الوقت اللي احنا فيه ده انت بتبص عليك كويس عشان في بطولات قرية بطولة أفريقيا لا كاس عالم مش عارف إيه وانت مراكب من كل اتجاه ومن كل هت انت عايز توصل حاجة كويسة اللي عايز بقى يعني تعمل الشو وتروح انت كده بتعمل الشو وتروح وانت شوف آخر يعني تقريبا اختيارات مصر مش موجودة تقريبا الحكام النقبة على المستوى للتحدي الأفريقي حتى على مستوى للحكام اللي هيترشحوا اللي هيترشحوا مش موجودين مش موجودين تبدا ده سببه إيه هل احنا أحسن من الناس دي عشان كده مش عارفين ياخدونا ولا احنا أسوأ فدي بترجع لهم هم بقى الحكام انا مش عايز اتكلم كتير على الحكام عند متشك كتير السنة دي لا خلوا بالك انت انا عارف السنة دي هتخش في معرجة تانية كابتن ياسر طبعا دلوقتي هو المدير الفني اللي فريق 2001-2002 في النادي الأهلي مرحلة كل الناس بتتكلم عليها ياسر كواس انك فتحت الموضوع ان احنا فيه ناس بتتكلم على قطاع ناشئين وازاي ان قطاع ناشئين وهيطلق ولاد عايزين ولاد من يطلعوا ويكون لهم دور مع الفريق الأول بص يا كابتن طبعا فيه لعابة كويسة في القطاع طبعا معنا مايكل الخبير رأيه ايه في قطاع الناشئين يا كابتن والله بص يا انا يمكن الكابتن هاني عارف الكلام ده كويس احنا دائما متأخرين عن برا يعني بكتير فالطبيعي هو مش هيبقى مبسوط في الأول لكن هو واحد بيبدأ يفهم اللي الدنيا عاملة ازاي بيبدأ بقى يدينا احنا يعني نشتغل ازاي افكار هو بصراحة فيه حاجة كويسة قوي انا تعملت مع اتنين في القطاع الناشئين الانجليزي اللي كان موجود من في الفين وتسعة الفين وعشرة كرون لا كولون وتعملت مع مايكل دلوقتي استفدت من تاني حاجات كتير بردو يعني بصراحة بس ده يعني بقى يوجه كابتن انك تبقى عندك دماج مفتوحة يعني بتشوف الملعب بشكل تاني لما بتيجي تعمل تمرين بقيت في حاجات كتير اختلفت معي ما كنتش بقى بقى مدقيق فيها لا بقيت دقيق فيها يعني هو بيديك أفكار وانت تشتغل عليها لكن هو ما بيديكش تمارين يعني اولا أنا ممكن عديك تمارين انت عنيت مليان تمارين خش ويعمل تمرين وينزل يعمله بس هو ليه وفكر ازاي وهدف وإيه انت مش عارف لأنا عايزك انت افهم الأول وبعد كده عمل التمرين انت عايز على فكرة كنت طيب صراحة هو رجل كويس جدا نشط جدا يعني مش هزا ولا كوم الساعة خمسة بيقى في النادي وبروحش اللي بعد ما بيخلص الأكاديميات كمان بيفضل لحد تمرينة الأكاديميات بينزل معنا الملاعب طبعا كابتن بيبو موجود معنا كابتن خالد برضو موجود من الساعة ستة في قلب النادي ايه الفترة اونا محتاجين لا هو موجود على طول بصراحة يعني يعني انا مثلا انا تمرين بيخلص حداشر اتناشر ماشي مثلا كانت خالد بيبو بيقعد للمساة الساعة سبعة كل يوم كل يوم اكلمه واقول له انت لسه في النادي يقول له اه لسه في النادي فكرة دمج الأعمار في قطاع الناشئين فكرة بيبو ولا فكرة بروكتش لا فكرة دي فكرة طبعا اللاجنة وكابتن خالد بيبو وكان فيه ناس طبعا مقدمة من اللي كانوا مسكين القطاع قبل كده مدربين ان هما يحصل دمج في الفرق عشان نقدر نحصر اللعابة المميزين قوي اللي هما ممكن يلعبوا درجة أولى في الناد الأهلي فجيت من هنا الفكرة دمجنا طبعا الفرق عملنا حوالي ثلاث أسابيع اختبارات للناس كلها طبعا فيه تقارير من السنين اللي فاتت وعارفين من لعب من ملعبش لكن حبينا برضو نشوف كابتن خالد بيبو عمل لجنة من ست سبع مدربين تقريبا برئاسة طبعا مايكل وكابتن عمر أنور وانا وكابتن شرف وكابتن سيد غريب وكابتن شريف عب فضيل وكل واحد بيقول رأيه بيشتغل تقسيمات اشتغلنا أكتر من أسبوعين تقسيمات لكل فرقة دي الفترة اللي بتصفي فيها ماعتمدنش على تقارير برضو يا كابتن قلنا لازم برضو الولد يأخد حقه ممكن يكون ممكن أنا ماسك السنة اللي فاتت وما بيحبش كابتن هاني مثلا مش هلعب وهو لعب كويس ما بتحصل ساعة ترجع ثانية بعد التقييم مراحل السنية دي بيبقى السنة بتفري يعني فيه سنة السنة يلعب بيبقى لعيب سوبر ممكن جدا بيبقى السنة اللي بعديها بيوصل لسقف وما بيقدرش يؤدي أكتر من كده والعكس يعني ممكن بيبقى لعيب لسه ما دخلش الفورمة والسنة اللي بعدها بيتلاقي فبدأنا من هنا كابتن نحصر الأعداد اللعب المميزين قوي ونعملها بقى نسكنها في الفرق بتاعاته عندوك باين 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 جامد اهو عندنا 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 احمد سيد عبد نبي ده موليد الفين واثنين وبلعب منتخب مصر مع الكابت الربيع اهه لعيب كويس يعني فلا عندنا ان شاء الله يبقى في حاجات كويسة بإذن الله الفترة اللي جاية هما اللعبة بس يبدأوا يتقلموا على الشغل اللي احنا بنشتغله دلوقتي المسابقات هتبدأ امتى الرسمية اللي جات يعني لسه في المفروض بس حاجة رسمي لسه مواصلتش لا لسه يعني لسه قطاعات الناشئين ومسابقات الناشئين دي لسه ما بعتونا بس اللوايح بالاعداد اللعبة تبقى كام اه قوائم وكده والمعادل المبدئي اللي هو في خمسة عشر حداشت خمسة عشر حداشت كابتن ياسر زي ما كابتن هاني قال كده اذا انت احببوا عن حضرتك كنت من الباك اليمين المميز جدا الحقيقة النهاردة محمد هاني مستوى من ماتش الماتش بيفرق قيمت ازاي مستوى وفرق ازاي في أداء محمد هاني في المدى اولا احنا هاني متنبئين له من ايام ما كانوا معنا في القطاع إن هو هيبقى يعني حاجة كويسة لأن قليل لكابتن هنا لما بتلاقي بكرا يتحريف يعني بعرف يلعب قورة يعرف تخل جوه يعرف يطلع لبرا يعرف يعمل أوفر هنا عنده الحاجات دي كويسة كان معايا في منتخب 95 لما كنا مسكيني وكابتن علاء ميهوب بعد كابتن علاء اعتذر وأنا كملت مكانه في الفترة دي احنا اتكلمنا كان الكابتن العب صادق هو اللي موجود في النادي فكلمناه أنه في مجموعة كويسة نصر ماهر على كريم ندفد على رمضان على محمد هاني موجودين لعبة كويسة وهيحبوا كويسين في النادي فهم وجاء تفرج عليهم وشافهم وبعد المعسكر خدهم يعني هاني يمكن هو عنده النحية الهجومية قوية جدا النحية الدفاعية مع الوقت حيجي يعني لأن طبعا برضو اللي بيلعب اللي لها لي ما بيهجمش طوله 90 دقيقة كابتن حضرتك عارف يعني يعني قليل لما بيجي عليك الهجمات فيه ماتشات تقيلة محتاجة أنا في رأيي تمركز أفضل شوية بالزبط محتاجة هاني في الحالة اللي هجومية شايفين بيقدب دور كويس ساعة بيخش على جوة الحالة دفاعي دفاعيا معقول كويس وعايز زيد خلي بالك الكلام ده يعني مبارح كان عامل ماتش هايل دفاعيا كمان فالموضوع الموضوع حتى احنا خلينا نتكلم بكل أمانة مش ماتش واحدة نقول ده كويس أو ماتش واحدة أنت ممكن تقول محمد هاني لأ كمان خلي بالك السنة الجاية هيبقى دفاعيا وهجوميا بمستوى وحس أو تقول للعكس يعني دي عايزة كمان صبر كابتن كمان أنا بلعب مكان مين يعني دي مشكلة كبيرة بالنسبة لما يكون لعب صغير وبلعب مكان لعب كبير زي أحمد فتحي يعني خبرات كبيرة ولعب قوي وسريع وعنده كل المويزات الجميلة اللي أنت محتاجها في الباك رايت فدي طبعا بتبقى ضغط على محمد هاني وهو نازل بلعب مكان أحمد فتحي أكيد يعني أنت بيفكر فيها شوي يعني بتعطاله شوي أكيد على المستوى النفسي بقى أنه أنا لما جات للفرصة ولعبت مكان كابت إبراهيم حسن أكيد مش عزيبة لا دكرتني ده حاجة مفترمة وجميلة اللي حصل مع أحمد فتحي شفته أثر على اللعيبة بالنسبة كام يعني النهاردة اللي حصل لأحمد في الشوط الثاني في أول عشر دقايق كان يعني حاجة غريبة جدا يمكن برضو إحنا أثرناها في الإنترو في المقدمة أثر على اللعيبة أثر على العشرة بعد كده حسيت أن فيه فرق بصي إحنا طول عمرنا حتى خاصة في الناد الأهل لما بتطرد مننا واحد بنبقى عشرين واحد ما بنقلش بالعكس يمكن الحماس بيزيد بتلاقي كله بيضعف المجهود بتاعه فما بتحسيش بأي تأثر بأن أنت ناقص لعيب أو كده يعني بس ما فيش شك أن خروج أحمد أثر في نتيجة المباراة لكن ما أثرش في نتيجة في أداء اللعبية أثر في النتيجة ولا يسا الأداء نعم بالضبط كده يعني كنت ممكن برضو تكسبح وأنت ناقصة واحد لكن خروجه طبعا ما فيش شك أنه أثر في النتيجة يعني أثر في النتيجة بس إن شاء الله يعني إحنا كلنا أعملنا في البطول الأفريقين إيه رأيك في المباراة الأولا إيه رأيك في عملية التأجيل أن أنت عارف كان فيه تأجيل للمباراة قبل النهائية ورأيك الفني في إن شاء الله أداء النادي الأهلي وإيه اللي ممكن لازم يتطور عشان نبقى مباراة الأداد يعني نكون نوقفين على رجلنا بشكل أفضل ما فيش شك أنه فيه شوية مشاكل عندنا في الفرقة مشاكل فنية مش مشاكل حاجة تانية بسبب الإصابات أو الغيابات دي طبعا أكيد بتأثر على أي مدير فني يا كابتن وحدتك اشتغلت وعرفت وشفت وحست بيها خاصة السردبكات بالزبط يعني كل مواتش بيطلع منك ثلاثة أربعة لعيبة مصابين أو إنذارات أو 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 أكيد بيأثر عليك في يعني في أوروبا دايك بيش شايف برشلونة ريال مدريد الفرقة الكبيرة وإنت مغمد عارف التشكيل كل أسبوع كل مباراة هوا هوا بيتغيرش مباراة ما بقلك أنت النهاردة كل مواتش بتغير تلاتة أربعة جدائب بتدخلهم على الفرقة وتطلعهم وتدخلهم أنا ما عنديش خوف خالص من من ناحية الفنية كابتن للفترة اللي جاية حضرتك عارف أن المتشاط الكبيرة واللي هي قبل النهائي والنهائي لها ظروف خاصة الناد الأهل متعود على الكلام ده متعود على الأجواء دي متعود على الضغط العصب والنفس اللي هيبقى موجود في المباراة أنا مش خايف عليهم خالص بالعكس ممكن فيه جمهور في الشارع الآن لكن أنا بقول لهم لا ما تقلقش إحنا واسقين في لعباتنا واسقين في الجهاز الفني في إقدارتنا أننا نعرف إزاي إن شاء الله ناخد البطولة دي التغييرات اللي بيعملها في الفترة دي وإنت كده كده يعني بتلعب براحتك وبتشتغل براحتك جدا وحسم الدوري تقريبا من بدرج أكتر من 6 أسابيع فمش من حقه النهاردة أنه يقوم بالتغييرات دي ويمكن يكون فيها أو كان فيها في بعض الأحيان الحل السحري مش ده من حقه يحقله يعني زي ما بيتقال طبعا حقه 100% أنه هو يجرب كل الناس وفي ناس بدأت تبقى كويسة أحمد الشيخ إن بقى له فترة ما ملعبش رجع بقى كويس إيه المشكلة؟ ما يرجع ويلعب رغم قاعد فترة ورجع من الإصابة وبقى كويس إيه المشكلة ما يأخذ كهرباء غير وغير إحنا يا جماعة في الأول آخر إحنا ما هيمناش غير مصلحة النادي الرجل بقى يلعب ياسر يلعب الكابتن هاني يلعب المهم في الآخر هو حقق البطولة ولا حقق بطولة الدوري فضل ست مباريات وخلاص هذا محتاج يبنت وكان ممكن يخلص في ماتش الاتحاد يعني الموضوع الدوري منتهي أنا بجيب المدير الفني ليه عشان حقق البطولة حقق بطولة الدوري خلاص ما عنده بطولة أفريك أه صحيح مهمة بالنسبة لنا ومهمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وإن شاء الله هو بيسعى أنه يحققها فلازم كلنا تكتب في الفترة دي مش بس بكلم على اللعيبة اللعيبة أنا عارف أنهم الحالة هتبقى عاملة إزاي الجهاز الفني والمجلس إدارة لما نتكلم على جمهور النادي الأهلي الحقيقي لو بتحب ناديك أه فرع ناديك ما تقعدش تشكك في خلي بالك اللي بتشكك ده مش جماهير النادي الأهل ياسر أنا عايز أقولك في بعض الناس يعني أنا مش عايزة قول كده كده لا أقول كده لأن ده خلي بالك ده جماهير النادي الأهلي حقيقة بتحب نادي تلاقيها بتتكلم بحرقة وخايفة عن نادي شوية يعني تقولك لا يعني بتحس فيه احنا قلنا فيه بقى حرب داخل النادي تلاقيه مثلا كاذب وحاطة قلبه النادي الاهلي وكده وهو تلاقيه مش اهلي يعني خلينا اتكلم دي حقيقة لكن احنا بنتكلم كما احنا عندنا على مستوى الادارة الحمد لله فاهمين ده كويس وبنعرف نتعامل معاه على مستوى اللعبة زي ما انت بتقول وخلي بالك انت كنت جوه النادي الاهلي وعارف وهتحكي انك اوليس كتيرة جدا حصلت ومتشاط صعبة مرت عليك على مستوى المنتخبات على مستوى النادي الاهلي فهتلاقي المواقب دي مرت عليك يااسر وانت كمان بتطمن جميعا نك عشت ال misses لحظة دي جوه النادي الاهلي يلا ندخل عليها على طول دلوقتي عايزة بس اسأل سؤال رحيل كارتركون ممكن يؤثر على الزمالي في البطولة الافراقية قبل ما ندخل في مجرد Camera وجوده او رحيله هيقثر وجوده او رحيله هيقثر يعني الموضوع أنا شايف يعني هي مش مش بمتشعة اللي بتعمل دلوقتي كويسة أو أنت على طول المدعي زي ما كبت أن هاني تكلم في موضوع هاني أنا ما بقيموش النهاردة لعب كويس يبقى كويس بكرة وحش يبقى وحش لا أنا بقيم تاريخ واستقرار وهدف وبطولة وتطوير في المستوى يعني بقيم حاجات كتير فأعتقد أن الموضوع يبقى صعب بالنسبة له جدا ندخل على تاريخ بقى كابتن ياسر ردوان المليء الحقيقة مشوار طويل جدا وذكريات كثيرة جدا بتحب تفتكر أكثر حاجة تبصوا البعض وكانوا يتكلموا بعض بالألماني وحاجة يعني كبيرة يعني ياسر على فكرة خلي بالك ياسر من الناس اللي تعلمت لغة والألماني صعب وأنا أول ما ياسر جي وقيت له ياسر لازم تتكلم ألماني لأن فيه فيه لعيبة كتيرة جدا أحسن مني حتى على المستوى الفني كانوا بيطلعوا في أوروبا بيرجعوا بسبب اللغة عامل مساعد في الاحتراف لا عامل أساسي عامل أساسي ياسر ياسر من الناس اللي بتتكلم ألماني بشكل كويس وتعلم ألماني بشكل كويس ده ساعده كمان نقعد ست سنين وعنا فكرة ياسر رجع بمزاجه يعني مش مش انه هو لا الفين واتنين صح؟ اه بالصدق اه 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 يعني حملك كده بالالماني كده كمدخل لا انا هقول له بيجيس دي. يا. 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 طبعا اقول له ازيك. باقالي كتير ما شوفتك شوها بيتكلم يعني ياسر بيقول له ازيك انت اخبارك ايه. لا هو بقولك اللغة الالمانية صعبة وياسر ما شاء الله تعلمها كويس. وده من اسباب نجاحه. يعني ياسر من الناس اللي نجحت على المستوى. بقولك دلوقتي الناس بتفتكره في المانيا وفي هانزارستوك. ومن الناس اللي أسطرت هو طبعا وكابتن محمد عمر طيب إحنا بعد الفوصل هنكمل الكلام الشيط جدا مع كابتن ياسر ردوان البيت الكبير ندخل بقى عن مشوار الطويل والذكريات الأكتر مع كابتن ياسر ردوان اللي مشرفنا النهاردة في البيت الكبير برحب بحضرتك مرة تانية ونتكلم بقى عن الرحلة دي والنادي الأهلي توصف رحلتك دي إزاي يا كابتن وفرقة مع نجوميتك إزاي النهاردة والله طبعا هي كانت رحلة شقة وممتعة في نفس الوقت يمكن كابتن أنا عارف طبعا أيام اللعبة دي بتبقى أحسن أيام بتمر على لعب الكورة وما يفتكيرها هو ما يجبع مثلا يشتغل في التطريب أو يشتغل في أي حاجة تانية يمكن أنا تعبت شوية عما وصلت المكان لأنا فيه بدأتها من ممتازبة وأنا كان عن 17 سنة ويمكن ساعتها يمكن الظروف كانت صعبة بالنسبة لي كمان لأن كنت بنتين من محافظة لمحافظة عشان أروح النادي وكنت ببقى في ساعتها كمان في المدرسة فالدنيا كلها كانت ملاغبطة يا كابتن أنت بتخلص مدرسة وتاخد بقى تلازمها زواء حاستين كده ماشي الحاستين الأخرانيين مش مشكلة يعني ده تخلصوا كان عندهم درس محترم الصراحة بسرعة يخرجني كان موضوع صعب لحد ما الحمد لله ربنا وفقنا وصعدنا مع البلدية ولعبت ست مواسم من واحد وتسعين خمس مواسم من واحد وتسعين لحد ستة وتسعين كان الموضوع الاحتراف كان عندنا مستر هانز شمات كان مدير فن البلدية المحلة سنة تلاتة وتسعين أربعة وتسعين في الأول بعت لنا فاكسة عن نادي إن هو عايزي إن أنا روح أعمل اختبارات وكده بس أنا كنت لسه سعيتها يا كابتل لو حضرتك فاك كنت لسه جاي المنتخب جديد خمسة وتسعين خمسة وتسعين كان أول سنة لك مع المنتخب أول سنة مع المنتخب فكان نفسي يعني ألعب منتخب مصر الأول كنت إيه كان نفسي يجي اسم في الجورنال بس عشان أنزل البلد شايفين اسم في الجورنال وبتاع بعدها إيه إمتى بقى هيتزع لموتش في الراديو انتعاف الممتازبة كان بتزعف الراديو بعد كده التلفزيون أهلي وزمالك الواحد عمالي يحلم وربنا كان تبتكر كده وأنت بتتكلم أه تبتكر الألقاطات أنا أحلم تبتكر الألقاطات والنومة يعني فركزت في بطولة ستة وتسعين لحد ما طبعا خلصناها والحمد لله ربنا كان موافقني فيها ورجعت عملت الاختبار في النادي وبدأت بقى رحلة الاحتراف زي ما قلت حضرتك قبل كده أن الكابتل هاني كان عمل لنا فرشة كويسة بصراحة بالبلد كده يعني اسمه كان ما شاء الله هي كويسة وبقى له فترة طويلة يعني جايبين مصر يقولك مصر تاني يعني هم عارفين الأولان إيه فبصراحة دي كانت مساعدنا جدا صحيح قابلت شوية صعوبات في الأول ويمكن بعد شهر كده لمبيت الشنطة وكنت عايزة أرجع مش عارفة أقلم طبعا الدونر تعبت منه الدونر ده جاء ببطنك نبخ تعد كده من الدونر ده رجلة دية الدونر اللي هو تركي دوت زي الشويرما كده بس شويرما بس بيب علاقة يعني أعطي حوالي شهر أكل دونر بس بس طبعا لوحد لما بيقعد ويفكر في مستقبله وكنت لسه ساعتها متجوز قبل مسافر فعايز برضو أبقى حاجة كويسة ومشرفة أولا لبيتي وإخواتي ووامدتي ورد الجميل ليهم فما كانش الصعباتي توقيت وبعد كده البلدي يعني فقدرت أتأقلم مع الوضع الصعب مع الوقت كمان بدأت بقى أشتغل مع الناس وبعد كده زوجتي جاتفة سهلت برضو علي الأمور شوية بدأت بقى الحمد لله أنا مشيت كويس من ضمن الحاجات برضو معسكر بتاع المنتخب الأولين بتاع كابتن هاني ده اللي أنا جيت أنا وهو فيه موقف 95 أو كابتن شوفير كابتن المنتخب كنا جايين من السفر وكان التمرين فاضل عليه يعني تقريبا هم إحنا هنطلع نحط الشنط ونغير وننزل على طول فدخلنا الأوضة فتتعبوا جنوب أفريقيا سهل ده كان أول مباراة ليازل ده كان معسكر فكنا لازم نروح التمرين بسرعة فكانوا مدي لنا إيه الفلوس كده بتاعتنا بتاعت التصفية فخطتنا حطت على التصريحة كده بتاعت الأوضة ولبسنا ونزلنا رجعنا ملناشي الفلوس كنتنا نقول لي وفي حد يحط الفلوس هنا برضو طب قول لحد فهو فلوسك كلها اتاخدت ولا فلوسة كنت بس فلوسة جنتة لا كابتن هاني انا بحسب فلوس كده لا طبعا جدا تقول لي الكابتن هاني قال لي كابتن شوبير قال له بسرعة حصل له كذا 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 بصراحة كابتن شوبير ما كان بيتمرر وتفكيره في الفلوس إزاي هيجبها طبعا وفعلا كان بالليل الفلوس كانت موجودة جابها إزاي كابتن شوبير كلمنا على أول ماتش جنوب أفراق أول ماتش ليك تقريبا صح أول ماتش ليك تقريبا صح أول ماتش ليك كان تنزانيا في تنزانيا لما نزلت لما مطرت علينا وأنت ما عودت بالماتشات كان أول ماتش وكان يوم عيد ميلادي أول ماتش 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 كان كابتن جواري كان كابتن جواري من اليوم نحن نروح نحن ناخد بطولة كان حاجز ومعنا بوكت ماني أول ماتش بصراحة الكبار معنا كان كابتن هاني وكابتن حسان هؤلاء عملوا شيء هذا حقهم يجب أن يخذوا سواء أفريقيا أو كأس عالم عملوا كل شيء في الكورة لعب أعلى في العالم كان ساعتها 24 سنة معظم المنتخب 24 و 22 إن الجماعة كانوا جايين من المنتخب في لومي فمحتاجين نامل حاجة أنا كنت قاعدة أنا وعمارة وكابتن هاني وسامير كامونة في شالية عالمي مش نتكلم عليه كان كل أربع عادين في شالية فكانت كابتن جواري من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها رحمة الله عليه يعني إزاي حبيبك في المكان اللي أنت فيه يقولي أفضل شالية كل يوم هنددله 100 دولار مثلاً أو 200 دولار أياً كان طبعاً الكابتن هاني كان مزبطنا بقى كاسة وبتاع وشغل وإحنا عملنا نغسل على قدينا ونظافة بجيب لكم دولارات كل يوم ناخد إحنا 200 دولارات بجيب لكم دولارات انت عارب وعمارة بيحب الدولارات طبعاً ما يبقى معنا حد بكلمة الكابتن هاني وكابتن حسام كانوا طبعاً بيعني يعني يعني العصر الكابتن هاني وكابتن حسام في التمرين مش في الماتشاط التمرينه زي ماتشاط يعني هنا زي هنا مفيش مثلاً في التمرين بتدلع أو أنا محترف في ألمانيا أعرف ده أنا هنزل أتمرن في وملاعب بقى مزال يومين دول برد الملاعب كانت تعبانة جداً يعني كلها التراب الأحمر ده يعني مش نجيلة وإن كان فين جيلة يبقى تحتها أسفلت دي طبيعة كده يعني فبدأوا يشجعون بدأوا برضك من خبراتهم منهم يقولنا أنتوا صغيرين ولازم نعمل حاجة فبدأنا معنوياً المعنويات ترتفع بدأنا نشتغل كواس بدأنا ناخد كل مباراة لحيدة ولحد ما وصلنا للمباراة النهائية ممكن حضرتك فاكرة كابتن قبل أن لما كنا باللعب بوركينا لما دخلوا الخنازير وإحنا طالعين في قلب آه في المناطق خنازير نوع من أنواع السحر يعني أن هما المكان اللي كنا علي فيه اللي باب من هنا وباب من هنا إحنا خارجين بعض المحاضرة ومفاتحين الباب ده كتير يعني ده عشان يؤثر عليكم يعني معنوياً أو نفسياً نفسياً من ضمن برضو الموقف اللي حصلت كانت صعبة بالنسبة لنا طبعاً لما وصلنا النهاية ما فيش بديل غير المكسب يعني يعني بعد اللي شوفناه واسمعناه والمصر كلها تقولك ده فرقة راح تشيل وترجع يعني مش استحالة تعمل بطولة ولا لا ده لو وصلت دورة تمانية دول يبقوا أبطال يعني ما احنا كنا قبلها خسرين بطولة بطولة ودية في تايلاند يا كابتن نظبوط هو كان عمتاً الشكل الإعلامي ما كانش يعني ما كانش واخد ثقة يعني لكن توفيع ربنا واكتهاد الناس اللي كانت موجودة والخبرات اللي كانت معنا زي كابتل هاني والكابتل حسام واللعيبة برضو اللي كانت جاية من تحت المنتخب الولمبي كانت لعيبة مميزين جداً بصراحة فرقوا معانا كتير قدرنا نحن نحق البطولة الحمد لله وكانت بطولة يعني كتأول بطولة لمصر خارج الضيار يعني زي ما بيقول اه وانت عملت بطولة عالمية بصراحة يعني ياسر من ال انا في اعتقادك كنت بالتوب فورميس يعني من احسن المنشات اللي عملتها والدورات احنا بنتكلم ده لما بيتلاقي التيم كله عالي كله بيعلي بعض ده حقيقة كابتل فعلا الناس كلها كانت كويسة وي كانوا مميزين جدا وكان هما يعني التغييرات كانت قليلة كمان يعني ما كانش فيه تغييرات كتير في الفرقة كان الحداشر معروفين ممكن واحد يتغير كل ماتش او كده لكن الحداشر معروفين وحفظنا بعض يعني خلاء حتى يعني ضربات الجزاء بنا عارفين الكابتلن هنا هيحط فيه الكابتلن حسامة هيحط فيه كده خلاص في الماتش بتاع هو متش بتاع ساحل العاج كابتلن جوري بيحط الليستة فطبعا بيحط من واحد لخمسة فحطيني او انا اول واحد انا في التمرين احنا كنا بنتمرن على طول قبل على ضربات الجزاء ده في التمرين خلاص بنستعد يعني ففي التمرين انا دايما زويتي شمال الجول فدايما بحطوه على شمال الجول فجيت في المباراة دية وخدي بالك من اصعب اللحظات على لعيب الكورة بيخش على ضرب الجزاء وخاصة لما بتكون اول واحد من الناس اللي بتشوت اول واحد من ضمن الخمسة يعني صعب عليه هو يفتح الطريق فانا متعود فعلا ان انا بخش احطه على شمال الجول ده ده معروف وانا دايما انت عارف ياسر اللي متعود على الحاجة ده فانا يا دوبك بخش فانا لمحت شوية قبل محط رجلي لمحت الجن بيروح ناحية الشمال فرحت مغير حطيتها ناحية اليمين ودخلت طبعا اول دخل فالواحد صعيد فرق شجعت فانا راجع بقابل حسام بحسابه بقول لي برافو بتاع اللي غيرت زاويتك ليه وبتقول له حامده يا عسام ان انا غيرتها لحساب ان الجن كان رائعا قال لي لا كويس برافو عليه بناسبة الحسام فاكر انت تقول اللي بتاع الفين اللي كان في نيجاريا في بطولة افريكا اللي كانت اللي كانت في نيجاريا اللي انت خطاها على العطار في دي بوركينا فاس وجلنا ضرب الجزاء وقابل حسام حطة طالع علينا ايه جون مين احسن جون كابتل هاني ولا بتاعي انت كنت عاد معاه في القضاء انت كنت حسام حطة ضرب الجزاء الراجل عامل جون علامي ازاي هقول لك ايه طبعا ضربة الجزاء طبعا انت قادر تقول كده اصداد من الشخصات الجميلة بصراحة لا يعيب اش بصراحة كرة استمتاعش بالحماس والقوة والروح والكتال دة حقيقا في الملعب زي حسام حسن وبرهيم حسن بصراحة بعد كده في تسع وتسعين كان فيه كاس القرد صح؟ اه ده ده وانت كليك باصمة هناك ده ده حقيقا البطولة كانت بصراحة احنا يعني طبعا تقريبا انت كان اول بطولة لمنتخب مصر كابتن. كابتن قرأت أول مرة. أول مرة. لعبت ماتشين والتردت في الماتش التاني. ماتش بوليفيا ده كنا حصليني اثنين واحد. وقال لا فاول. كابتن جارك المسافة بعيدة. يقول لي شوت. أقول له شوت. المسافة بعيدة جدا. هشوت لي بس يا كابتن. المسافة كانت بعيدة. لما تشوفها أكثر من 35 يار دي. عشوتي وأنا ربرة كلس. عشوتي شوت شوت. وقمت رجعها وهي التوفيق. شواته جاتبون الحمد لله يعني. وكنا عملين ماتش كويس. كنت أنا والكابتن هالي بلعب في نص الملعب. نص الملعب صحب. يعني عملين ماتش الأولين ده عملناه بصراحة كويس. ماتش المكسيكو كنا ماشيين كويس قوي برضو. طرد. المفراد اللي خلاص هي 2-0. والراجل هيحط الثالث. لازم أعمل أي حاجة بقى يعني. عشان كلته في خط طرد يعني. والحمد لله رب نوفق المنتخب. وتعدلنا 2-2 في المباراة ديات. وكانت من أحسن مباراتنا. الكارسة بقى اللي بعد كده. هي المشكلة بتاعت. مبارات صعودية طبعا. هي دي اللي كانت صعبة. وخاصة أن الكابتن جهري كان. قالي السيناريو بتاعها. ها يمشي ازاي. ما تكلمش في الفنيات أكثر ما تكلم في الحاجات اللي ممكن تحصل. خلال المباراة. سواء من تحكيم أو لعبت السعودية. هتخرجك عن شعورك. هتبدأ التنفيذ. لأننا عصبيون شوية في الملعب. فبدأوا يشتغلوا على الحتة ديات. وقد كانوا يتفوقوا علينا في المباراة. كان مباراة غريبة جدا جدا. كابتن جهري زي ما تقول لي. كان حكي لنا. خلي بالكو. والحكم ممكن يكون مش في صفنا. ودايما نخلي بالك. حصل لدرجة أن اتنين اتردوا. يعني أنت بتكلم على حازم. وعبد السطار. وبعد كده سامير. وكمونة. لعبنا تقريبا آخر ربع ساعة. كنا بنلعب تقريبا سبعة في الملعب. سبعة لعب غير الجول طبعا. عندنا سردباك كان سامير مش موجود. واثنين طبيعتهم أصلا عبد السطار وحازم. ما بيتكلموش. بس لها ظروف خاصة. والحكم يمكن كان جاي علينا شوية. لكن من البطاقة. من هذه المناسبات أو الظروف اللي انت كنت بتقول من شوية. إن هي أكيد عدت وعدت عليك. وعدت عليك يا كابتن ياسر. ظروف مشابهة اللي بيحصل النهاردة مع الأهلي. هو هو اللي كان نفس الأحداث. نفس الأحداث. أنت بتاخديها عملية. بتاخديها شافوي. لما حد دي يقول لك من بدري. خلاص تعمل حسابها. فممكن تعديها. لكن لو دخلت فيها عملي. نسبة نجاح كزي نسبة عدم النجاح فيها. أو الفشل فيها. فبتبقى أنت وحظك فيها. أو حسب قوة تحملك في الظروف دي. خرجنا بالبطولة. وبعدها لعبنا بطولة ألفين واثنين. اللي كانت في مالي. عملنا بطولة. كنا مشين كويس. كسبنا تونس كابتن. نحط داخل فاكر. نظبط تحنا تقريبا. نتغلبنا من الكاميرا. واحد صفر. خسرنا واحد صفر. ودي كانت المشوار مع المنتخب يعدي. وبعدين بعد ست سنين من التقلق ده. رجعت للأهلي. رجعت البيت الكبير. بعد ألمان. رجعت البيت الكبير. حكي لنا بقى العودة. العودة طبعا كان عن طريق. أنا كنت في فترة دي كنت مصاب. وكان عمارة بنزل المنتخب. فكان بيروح النادي. فكابتن خطيب. كابتن صالح رحمة الله عليه. قال له احنا عايزين كنت رجع ومبتع ومش عارف ايه. وكلم ياسر وكده. فهو رجع كلمني. قال للوضع كذا كذا كذا. وكابتن خطيب عايز يكلمني. طبعا حتى لحد الانا كابتن. لما قولك كابتن خطيب عايز يكلمك. لازم فيه هيبة. انت عارف يعني فيه حاجة كده كابتن خطيب يعني. فقالت له بجد قال لي اه عايز يكلمك. قلت له ماشي. فقال له هيتصل للساعة تمانية. بالضبط زي ما بقول لحضرتك كده كابتن. اتصل للساعة تمانية. زاك يا ياسر عامل ايه? زاك يا ابن اخباركو ايه? وبتاع واصرتك ويه 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 وعزينك ومحتاجين نادل الاهلي. حتول ايه? خلاص. خلاص. نادل الاهلي. والكابتن خطيب. ورجعنا جيت انا يمكن انا مضيت قبل ما خلاص يا كابتن يعني انا مضيت الفين وواحد. ورجعت لعبت السنة كاملة في الماني. زا ما حضرتك قلت يا كابتن فعلا انا اتعرض علي هناك. بعد ما عرفوا ان انا مضيت في النادل الاهلي. اتعرض عليك كزا عرضا هناك. اه لا ده كمان النادل انا كنت فيه هانزا. اتعرض عليك. عرفوا ان انا مضيت. قال لي طب امضي. عندنا جدد هنا تاني. واحنا هنخلصك من النادل الاهلي. يعني هيرجعوا يتفاوضوا مع النادل الاهلي تاني. بس انا طبعا رفضت. يعني انا بصراحة كان امنيت حياتي ان انا اكون موجود في النادل الاهلي. هو كان طموحي في الاساس يعني يا كابتن ان انا بقى موجود في النادل الاهلي قبل ما. موضوع الاحتراف ده برضو. الاحتراف ما كانش في دماغي. دماغي يا كابتن. احنا كنا بتفرج على ماكش واحد اللي هو نهائي. ايه نهائي الدوري في انجلترا. نهائي الدوري الكاس في ايطاليا طول السنة. افرجش ما فيش ماتشات تانية. اه. هتروح تلع في وسط الناس دي ازاي. يعني العقل الطبيعي عمره ما يفكر كده يعني. وقتها. يعني انا ساعتها اما انا بعد من الاختبارات. اه. انا في حلم. يعني انا هنا في المانيا فعلا. وجاي عشان ارعب في الدور الالماني. ازاي. بيتي يعني واخدها كده ايه. عايز ارجع عمسك القرشين وخلاص يعني من في القاهرة. تجربة نجحة جدا ياسر. وكمان خلينا نتكلم ان. والاهلي احتراف. والاهلي طبعا. انترجعت على احتراف. اكيد طبعا. ونادي محترف بشكل كبير. لكن المانيا كمان بالنسبة لك. قولنا ايه اللي فادك من التجربة الالمانية. سيبك من الفنيات انت كده كده. اكيد الفنيات انت عندك. لكن انت خدت ايه وانت جاي من المانيا. وعلى مستوى لعيب. وحاولت اتحققه او بتحققه. وعلى مستوى كمان التدريب. انت دلوقتي مدرب. وكان ليك تجارب تدريب نجحة جدا. خدت ايه من التجربة الالمانية عمتنا. بص اجابت انا. انا شخصية اتغارت تماما. تماما. اه يعني انت عارف. خلانا اتكلم بالبلد كده. انت جبت واحد من الفلاحين. مايقعدش في القاهرة. بيجي القاهرة مثلا عشان معسكرات المنتخب. مثلا اللي هي اسبوع اسبوعين. وانت عارف كنت باجه اعطف الاوضة. مايخرجش اللي على الملعة. بالزبط جدا. فجأة رحت ست سنين. فجأة. بتتكلم عربي بس. وروحت المانيا. فالموضوع يعني بصراعة غيرني تماما. غير تفكيري. حسسني يعني ايه في عندك مسئولية. انت الرقيب على نفسك. ازاي تبقى منظم في حياتك. ازاي تتحضر شغلك لقدام. الناس بتتفاجأ. طبعا الكلام ده ما حصلتش من اول ما روحت. عشان ما يعني كدابي. انا رجل بهربي. طبعا. خدت معي فترة وتعب. طبعا. وبدأت اشوف الناس. يقولك انا. احنا مثلا في شهر اتنين. انا في شهر عشر. هعمل كذا كذا كذا. طبعا كله بإذن الله يعني. بس شوفهم مخطط. لأمتى. طبعا. انا ليه مبقاش كده. بدأت اجيب بقى جنتدى. كابتن اللي انت عارفها اليومية دي. ومش عارف ايه. هوبدا تعمل برضو زي هم بقى. قلت. وده مش عيد. بتعمل داد الوقتي بتطبقه في حياتي. وتعلمه خلاص خلاص. خلاص. الموضوع بالنسبة لي. انا موعد دقيقة جدا يعني. يعني حتى في الصفر. ببقى عمل حساب. لو في زحمة هطلع من هنا. ان شاء الله الساعة كزا. هوصل ان شاء الله الساعة كزا. فالموضوع بالنسبة لي. بقى موضوع الالتزام والنظام. وان اعارف. أنا عايز إيه دي حاجة خلاص أنا منتهية من عندي أنا بقى يعني على مستوى المدربة كابتن أنا بقى حاول أنقل للناس خبراتي والمواقف اللي أنا مرد بها غير الحاجات اللي احنا طبعا الشغل الفن ما أي حد ممكن ينزلي مرة طب في دقيقة إيه اللي حضرتك دلوقتي بتحاول تنقله للناشئين أو قطاع الناشئين من الخبرة اللي أنت برضو استفدت منها أو تعلمتها من الألمان قل لي في دقيقة إيه لازم يبقى يعرف أنه عليه أي لعب موجود في النادي الأهل لازم يعرف أنه عليه حقوق قبل ما يطلب حقك لازم تدي النادي الأول حقه لأن أنت في الأول آخر اللي عملك هو النادي الأهلي مش حد تاني يعني حتة الانتماء دي مهمة جدا لازم يعني عرف الولد يعني إيه انتماء يعني إيه مبادئ يعني إيه فيه مبادئ يا جماعة بس إيه المبادئ ده نظام ده سيستم ما ينفعش حد يخرج عنه هي القوانين زي ما احنا بيقول لك قانون ما يبقى في قانون هتقدر تنجح من غير قوانين هتبقى عشوائي صحيح عشان الناس برضو تقول لك إيه أسل المبادئ يحطها في الدرج يطلعهم الدرج إحنا ما نطلعش حاجة من الدرج ولا بنحط ولا بندخل إحنا عندنا نظام الناس دي مش فاهمة عن إيه أصلا مبادئ يعني مع إحترامي هي مش فاهمة يعني إيه مبادئ ومش فاهمة يعني إيه واحد بيتكلم من مبادئ هو بالنسبة له أنت بتتكلم في حاجة غريبة هو مش مش هيدر ليوصلها ومش عارفها أصلا مش عارفها أصلا ده حقيقة فبنحاول نحاسس باللوقت ده بقيمة المكان اللي هو موجود فيه لو هو مش حاسس به عشان ما يحصلش الحاجات اللي احنا بنشوفها الفترة الأخيرة الأخيرة دي هتقول لي فيه احتراف ماشي أنا ما تلاكش إن ما فيهش احتراف بس مش بعد ما تكون أنت لعب ميت ومت كلينيكيا واجيبك وانعاشك ورجعك شاب تاني وفي الآخر اتباعني حلوة جملة دي وينفع تكون خير ختام للبرنامج أو لحلقة النهاردة من البيت الكيبير شرفتنا كابتن ياسر جدا جدا ومنور بيتك الكبير دي وانا استمتعت معكم جدا والله ومبسوطنا نورتنا ياسر نورتنا وتاني هنشوفك أكيد في بيتك في البيت الكبير إن شاء الله منتظرين منك إن شاء الله أجيال يعني بدوس على شوية عزيز 3-4 على عيبة كده في مستوىك إن شاء الله ياسر بني خليك كبير إن شاء الله دي طبعا كانت نهاية حلقتنا النهاردة من البيت الكبير بكرة إن شاء الله زي ما متعودين من عشرة الواحدة في البيت الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر